السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم مجددا بعد غياب دامة أيام في حصة جديدة من حصة اللغة العربية مكون الاستماع والتحدث حكاية العصفور والحريق الحصة الثانية تعرف البنية السردية للحكاية لدينا وضعية الانطلاق نتذكر عناصر الحكاية وكما تعرفنا أو تعلمنا دائما عناصر الحكاية هناك الشخصيات زمان المكان والأحداث إذن نتذكر شخصيات الحكاية ما هي شخصيات الحكاية؟ نعم هناك كوكو، بلبل، عندليب، ذئاب، أسود، فيلة، نمور، زرفات إذن ولدينا الزمان، زمن الحكاية في فصل الصيف لدينا الأمكن التي ذكرت في الحكاية هناك الغابة، العش، البحيرة، بيوت، الحيوانات ثم الأحداث هناك استقرار كوكو في الغابة، شبة النار في الغابة، هروب الحيوانات، بادر كوكو لإطفائها، سخرية الحيوانات من كوكو، نقل الفيلة للمياه، إطفاء الحريق إذن هذه هي عناصر التي تعرفنا عليها في الحصة السابقة والآن نتعرف على البنية الصردية للحكاية وقبل ذلك علينا أن نستمع مرة ثانية للحكاية إذن نستمع جيدا في غابة كتيفة الأشجار مليئة بأنواع الطيور والحيوانات استقر العصفور كوكو، فبنى عشه فوق شجرة بلوط بجوار بلبل وعندليب وصار يعيش حرا طليقا يحلق في الفضاء ويغرد فوق الأغصان ما أجمل صوته العذبة وفي يوم صيف شديد الحرارة شب حريق مخيف في الغابة فاندلعت النيران وامتدت إلى كل الأشجار تصابقت الذئاب والأسود والفيلة والنمور والزرافات إلى الهرب تاركة بيوتها في الغابة كي تنجو بنفسها أما العصفور كوكو فلم يهرب ولم تخفه النيران مندفع بل طار مرفرفا إلى البحيرة القريبة وأخذ بمنقاره الصغير ينقل قطرات من الماء ويلقي بها على الحريق رأت الحيوانات الهاربة العصفورة ينقل بمنقاره الصغير قطرات الماء فبدأت تسخر منه وتقول ما أغباك؟ أتظن أيها الصغير أنك قادر على إطفاء الحريق بهذه القطرات؟ قال العصفور الصغير أعلم أنني لا أستطيع إطفاء الحريق ولكنني أقوم بواجبي لحماية بيئتنا من الضياع فالأشجار موطننا وهي التي تحمين من البرد شتاءا ومن الحر صيفا سمعت الفيلة ما قاله العصفور فبدأت تنقل المياه بخراطيمها لتطفئ النار المشتهلة وخجلت باقي الحيوانات وبدأت تساعد العصفورة على إطفاء الحريق وبعد وقت وجيز استطاع سكان الغابة إخماد النار اجتمعت الحيوانات والطيور وقررت أن تعلق فوق عش كوكو الذي أنقذ الغابة من الحريق لافتة كتبوا عليها كوكو حامي البيئة أعيد أبناء الاستماع للحكاية عدة مرات والآن لنفهمها علينا أن نجيب عن بعض الأسئلة أين بنى كوكو أو العصفور كوكو عشه؟ نعم بنى العصفور كوكو عشه فوق شجرة بلوطن ماذا شب في الغابة؟ شب في الغابة حريق لماذا فرت الحيوانات؟ لماذا فرت الحيوانات؟ نعم فرت الحيوانات خوفا من الحريق ماذا فعلت الفيلة؟ نعم بدأت الفيلة تنقل الماء بخراطيمها لإطفاء النيران نعم والآن نتعرف على البنية الصردية للحكاية وأول مقطع مقطع البداية إذن نستمع في غابة كتيفة الأشجار مليئة بأنواع الطيور والحيوانات استقر العصفور كوكو فبنى عشه فوق شجرة بلوطن بجوار بلبلن وعندليب وصار يعيش حرا طليقا يحلق في الفضاء ويغرد فوق الأغصان ما أجمل صوته العذب إذن ما هي الجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ ما الجملة التي ابتدأت بها الحكاية؟ نعم في غابة كتيفة الأشجار مليئة بأنواع الطيور والحيوانات أين يعيش كوكو؟ نعم يعيش كوكو في الغابة كيف كان يعيش؟ كيف كان يعيش؟ كان يعيش حرا طليقا ما هي آخر جملة قرأتها في هذا المقطع؟ فكر جيدا نعم ما أجمل صوته العذب ما أجمل صوته العذب والآن مع مقطع التحول إذن نستمع وفي يوم صيف شديد الحرارة شب حريق مخيف في الغابة فاندلعت النيران وامتدت إلى كل الأشجار تصابقت الذئاب والأسود والفيلة والنمور والزرافات إلى الحرب تاركة بيوتها في الغابة كي تنجو بنفسها أما العصفور كوكو فلم يحرب ولم تخفه النيران مندفعته بل طار مرفرفا إلى البحيرة القريبة وأخذ بمنقاره الصغير ينقل قطرات من الماء ويلقي بها على الحريق إذن ما الجملة التي ابتدأ بها المقطع؟ جيد في يوم صيف شديد الحرارة ماذا وقع في الغابة؟ ماذا وقع في الغابة؟ نعم شب حريق مخيف ماذا فعلت الحيوانات؟ نعم تصابقت الحيوانات إلى الهرب تاركة بيوتها من أسرع لإطفاء الحريق؟ من أسرع لإطفاء الحريق؟ نعم إنه كوكو هو الذي أسرع لإطفاء الحريق كيف؟ كيف؟ بدأ ينقل بمنقاره الصغير قطرات من الماء ويلقي بها على الحريق إذن ما هي آخر جملة قرأتها في هذا المقطع؟ نعم ينقل قطرات من الماء ويلقي بها على الحريق جيد والآن مع مقطع المشكل رأت الحيوانات الهاربة العصفورة ينقل بمنقاره الصغير قطرات الماء فبدأت تسخر منه وتقول ما أغباك؟ أتظن أيها الصغير أنك قادر على إطفاء الحريق بهذه القطرات؟ قال العصفورة الصغير أعلم أنني لا أستطيع إطفاء الحريق ولكنني أقوم بواجبي لحماية بيئتنا من الضياء فالأشجار موطننا وهي التي تحمينا من البرد شتاءا ومن الحر صيفا إذن ما الجملة التي بدأ بها المقطع؟ نعم رأت الحيوانات الهاربة العصفورة ينقل بمنقاره الصغير قطرات الماء كل الحيوانات خافت من النار على ماذا خاف كوكو؟ على ماذا خاف كوكو؟ نعم خاف كوكو على الغابة وعلى البيئة التي هي موطنهم لماذا ضحكت الحيوانات من كوكو أو سخرت منه؟ نعم سخرت منه لأنه بدأ ينقل بمنقاره الصغير قطرات وهو لا يستطيع إطفاء النار بتلك القطرات ما هي آخر جملة قرأتها في هذا؟ المقطع فالأشجار موطننا وهي التي تحمين من البرد شتاءا ومن الحر صيفا الآن مع مقطع حل المشكل أو الحل إذن سمعت الفيلة ما قاله العصفور فبدأت تنقل المياه بخراطيمها لتطفئ النار المشتعلة وخجلت باقي الحيوانات وبدأت تساعد العصفور على إطفاء الحريق وبعد وقت وجيز استطاع سكان الغابة إخماد النار ما الجملة التي بدأ بها المقطع؟ نعم سمعت الفيلة ما قاله العصفور استجاب الفيل لكلام العصفور كيف شارك في إطفاء النار؟ كيف شاركت الفيلة في إطفاء النار؟ نعم بدأت تنقل الماء المياه بخراطيمها وتلقي بها على النار المشتعلة خجلت الحيوانات لماذا؟ خجلت لأنها لم تقم بمساعدة العصفور أو بإطفاء النار بماذا قامت؟ ماذا فعلت بعد ذلك؟ نعم بدأت تساعد العصفور على إطفاء الحريق ما الجملة الأخيرة التي قرأتها في هذا المقطع؟ وبعد وقت وجيز استطاع سكان الغابة إخماد النار جيد والآن مع مقطع النهاية اجتمعت الحيوانات والطيور وقررت أن تعلق فوق عش كوكو الذي أنقذ الغابة من الحريق لافتة كتبوا عليها كوكو حامل بيئة إذن اجتمعت حيوانات الغابة في نهاية الحريق لماذا؟ نعم اجتمعت لكي تشكر كوكو أو تكافئ كوكو بماذا لقبت العصفور كوكو؟ بماذا لقبته؟ لقبت العصفور كوكو حامي البيئة حامي بي حامي البيئة كوكو حامي البيئة ما الجملة الأخيرة؟ ما الجملة الأخيرة في الحكاية؟ والجملة الأخيرة في الحكاية نعم قررت أن تعلق فوق عش كوكو الذي أنقذ الغابة من الحريق لافتة كتب عليها كوكو حامي البيئة إذن هذه آخر جملة في الحكاية والآن أبنائي تقويم ودعم سنقوم بترتيب هذه الجمل حسب أحداث الحكاية إذن لدينا ساعدت الفيلة كوكو هربت الحيوانات في غابة كتيفة الأشجار شب حريق في الغابة إذن لدينا هنا أربع جمل نحاول ترتيبها باستطاعتكم الآن قراءة هذه الجمل إذن ما هي الجمل الأولى؟ وما هي الجمل الثانية؟ وما هي الثالثة؟ وما هي الرابعة؟ هيا؟ نعم في غابة كتيفة الأشجار ما الجمل الثانية؟ شب حريق في الغابة والثالثة؟ هربت الحيوانات ثم أخيرا ساعدت الفيلة كوكو وكذلك أبناء عليكم البحث عن كلمات تضمن الحروف التي نحن بصدد محاولة تذكرها أو قراءة حرف الثال والدال والراء والزاي والعين والغين حاولوا كتابتها على تفاتر الأعمال المنزلية أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة وتعرفتم على البني سردي للحكاية إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين في أمان الله